الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل توقع مؤسس شركة كلين باور انرجي بولود باقلي تبوء الجزائر الريادة الإقليمية في تصدير الهيدروجين والأمونيا الخضراء إلى أوروبا خلال الأعوام المقبلة باقلي وفي مقابلة نشرتها منصة الطاقة ذكر أن خبرة الجزائر الطويلة وإتقانها في نقل الغاز إلى أوروبا من خلال خطوط أنبيب الغاز وما تتمتع به من مميزات من توافر البنية التحتية واللوجستية والقرب الجغرافي من القارة يؤهلها للريادة في تصدير الهيدروجين والأمونيا الخضراء وخصصت الجزائر موازنة بنحو 25 مليار دولار لتطوير اصطناعة انتاج الهيدروجين الأخضر عبر ثلاث مراحل وتعتزم الاستحواذ على 10% من حاجة السوق الأوروبية من هذا المورد أعلنت مجموعة أرامكو السعودية وتوتال إنرجو الفرنسية توقيع عقود إنشاء مجمع جديد للبيترو كيميويات في مصفات ساتورب في المملكة وقال رئيس أرامكو أمين الناصر خلال حفل التوقيع في مدينة الظهران إن قيمة الاستثمار تتجاوز 11 مليار دولار وتتضمن الصفقة ترصية عقود الهندسة والمشتريات والبناء في مجمع أمرال الذي يعد منشأة توسعة بيترو كيميوية مستقبلية في مصفات ساتورب المشروع الذي أعلن عنه في 2018 ومن المقرر أن يدخل حيز الخدمة في 2027 يتوقع أن يجذب أكثر من 4 ملاير دولار من الاستثمارات الإضافية في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية حث الرئيس البرازيلي لويس إناسيولو لدى سلبا الاتحاد الأوروبي وتحالف التجاري ميركوسور على التخلي عن خلافاتهم والتفاوض بمنطقية على اتفاقية التجارة بين التكتلين الرئيس البرازيلي وفي كلمة ألقاها خلال قيمة النظام المالي العالمي في باريس دع الجانبين إلى استخدام المنطق السليم وتغليب المصلحة للتفاوض وقال الزعيم البرازيلي إنه بحث مع نظره الفرنسي مانويل مكران الاختلافات في موقف الجانبين وتم إبرام الاتفاقية في عام 2019 بعد مفاوضات مطولة ولكن تم تعليقها بسبب المخاوف الأوروبية بشأن إزالة الغابات في الأمازون تعتزم باكستان إجراء تغييرات على ميزانيتها لسنة المالية القادمة لتهديئة مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن الضرائب وصرح وزير المالية إسحاق دار أمام البرلمان بأن بلاده تخطط لفرض ضرائب جديدة وزيادة الإيرادات بمقدار 750 مليون دولار لتصل إلى 33 مليار دولار بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام متتالية مع صندوق النقد الدولي قال دار إن الميزانية ستستكمل في غضون ثلاثة أيام وتتوقع باكستان الآن تأمين تبويل لا يقل عن مليار ومائة مليون دولار من الصندوق قبل انتهاء برنامجها الحالي في الثلاثين جوليا المقبل التزم الرئيس التنفيذي لأمازون أندي جاسي أمام رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي خلال اجتماعهما بواشنطن بأن شركة ستستثمر 15 مليار دولار إضافية في الهند وأضف أن الاستثمار سيرفع إجمالية قيمة استثمارات عملاق التجارة الإلكترونية في جميع القطاعات بالهند إلى 26 مليار دولار بحلول 2030 وأفد منشور على مدونة لأمازون بأن مودي وجاسي تحدثا عن دعم شركات الناشئة الهندية وخلق وظائف وتسيير الصادرات والتحول الرقمي وتمكين الأفراد وشركات الصغيرة من التنفس على الصعيد العالمي ختام الموجز الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء موسيقى موسيقى